مع دخول أول يوم في العام الجديد أزمة غاز جديدة تعود إلى الواجهة في محافظة تعز وصد ارتفاع جنوري في أسعارها وصلت إلى أكثر من سبعة آلاف ريال للإصطوانة الواحدة مع انتعاش أسواق سوداء وافتتاح محطات تعبئة جديدة خاصة بقيادات لهم ارتباطات بسلطة الأمر الواقع في خضوة مشابهة لما تقوم به ميليشيا الحوثي في مراطق صيدرتها كلها الغاز يقومون باحتكار الغاز ولا يبيعونه للمواطنين في موعده المحدد بل أنهم يماطلون المواطنين أسبوع تلوى أسبوع وشهر تلوى شهر وأحيانا يضيعوا كمان دباب الغاز يعني أصبح الوضع مزري السوق السوداء متشرى في كل مكان بسبعة ألف ثمانية ألف أحيانا توصل إلى 11 ألف والمواطن يقلس يسارب شهر نص شهر شهرين ثلاثة شهر في بعض الأماكن وما يلقاش غاز الناس يبكروا من الساعة خمسة الفقر عشان يساربوا ويطوبروا عشان يلاقوا دبا غاز وهي أبسط حقوقهم الطبيعية يقول المواطنون أن وكلاء الغاز المنزلي يحتكرون الغاز ويحولونه إلى سوق سوداء في ظل غياب السلطة المحلية ودوره الرقابي في ضد المتلاعبين ببيعه ووضع حد لتلاعب الوكلاء الذين يخفونه في المخازن ويتسببون في تفاقم معاناة المواطنين لعدم قدرتهم على شراء الأسطوانة بأسعار خيالية لا تتناسب مع وضعهم المادي السلطة المحلية لا تقوم بواقبها نهائيا تقريبا أول مشكلة عملتها أن خسخصة الغاز على وكلاء معينين وسببت المشكلة والكارثة على الناس الثانية أنها ما تجيبش طيب قد حطيت لي هنا وكيل حط لي علىه رقيب حط لي مكتب عشان أن أروح لما لاقش دبا غاز هذا الشخص احتكر حقي أروح اشتكي مباشرة ومنذ فترة ضويلة يشكل المواطنون من صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز المنزلية نتيجة استمرار التحكم بتوزيع الأسطوانات عبر عقال الحارات من إضافة إلى بيعه في السوق السوداء وتظهر الأزمة بين حين وآخر وتختفي من المعارض الرسمية للبيع فيما تباع في السوق السوداء بسعر يصل إلى سبعة آلاف ريال تشكل انعدام الغاز في مدينة تعز عقب أمام المواطن اليمني كما أنه يتم احتكار الغاز وبيعه في الأسواق السوداء والمشكلة الأكبر هو عدم مقود رقابة حكومية من قبل السلطات وتتكرل الأزمة شهريا وسط صمت السلطات المعنية التي لم تقم بدورها في ضبط أصحاب معارض الغاز والكشف عن من يقف وراء افتعال هذه الأزمات التي ترهق كاهل المواطن ما بين الحين والآخر